فيروس سي المزيع اللي بتكلم دلوقتي شايف انه واحد من اهم المشروعات او اهم المبادرات او اهم الانجازات اللي يمكن اهمها على الاطلاق اللي حصلت بالنسبة لنا كمصريين علشان فيروس سي ده ضمر صحة المصريين بدرجة الحقيقة لم نكن نتصورها او نتخيلها على الاطلاق فيروس سي ده وربنا يا ربي يشفي الجميع ويعفي الجميع انتو مش عارفين كان بيعمل ليه في البني ادم غير في مسألة الالم ده الالم والرأدة والرأدة وحشة وهذه الرأدة هي اللي كانت بتخلي البني ادم ده مش قادر يروح يجري على لقمة عيشه وحط جنبها معاناة اسرته اللي طول الوقت ما بين انه هما طبعا زعلنين على هذا الاب او الاخ الزوج الابن الجد الى اخره والمعاناة بتاعة العلاج وعدم قدرة غالبية المرضى انه هما يروحوا يشتروا هذا العلاج احنا كنا بنتكلم في ملايين الحقيقة يعانون من هذا المرض وكنا بنتكلم للأسف الشديد ان مصر هذا البلد العظيم يبقى ترتيبه رقم واحد على مستوى العالم في الاصابة بفيروس سي علشان كده انا دايما بقول الجملة دي وبقى اكررها عشرات المرات هذا الرجل اللي انتوا لسا شايفين صورته حالا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لو ما كانش عمل حاجة واحدة في البلد باستثناء مكافحة فيروس سي والقضاء عليه يتشال في العين وعلى الراس في حين انه عمل آلاف الامور آلاف الامور الرئيس الدولة عملوا آلاف الامور اللي غيرت حياتنا بالكلية بالكلية في كل حاجة يعني ممكن اعود اتكلمك على فيروس سي وكلمك على المدن الجديدة وكلمك على العشوائيات وكلمك على التعليم وكلمك على التعليم الجامعي وكلمك على البحث العلمي وكلمك على ازاي اتبعت ليه عقول وعلماء وعبقرة مصر علشان يرجعوا يفيدوها تاني وبيشتغلوا عبر مجالس مباشرة مجالس استشارات مباشرة مع فخامة الرئيس وحدث يعني فيه خمس تلاف حاجة وتطوير وتحديث الجيش مرة تانية سواء ازا كان على المستوى التدريبي وعلى مستوى المعدات والتطوير الى اخير لكن اللي اتعمل في فيروس سي فعلا حلم عدنا مستنيين لأ حلم كان عندنا كابوس مش عارفين هيخلص امتى عدنا عشرين تلاتين سنة مش عارفين هيخلص امتى والتخلص منه وكأنه حلم بعيد الى ابعد الحدود وتخلصنا منه وبقينا اول دولة تتخلص بالكامل من هذا الفيروس ده مش بس كده والناس اتعالجت زي الاعلان القديم فاكرين كده حاجة ببلاش كده والناس اتعالجت تقريبا اقدر اقولك بالمجان يعني ما فيش ما فيش فمنظمة الصحة طلعت تقرير الحقيقة منظمة الصحة العالمية طلعت تقرير بخصوص موضوع دراسة الحالة المصرية تحديدا يعني منظمة الصحة الـ WHO قاعدة بتدرس الحالة المصرية ازاي المصريين قدروا انهم يقضوا على فيروس سي والدراسة دي كان فيها خمس عناصر ممكن لبقى نتكلم عليهم بعدين لكن مهم جدا 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 عنصر شديد الاهمية ألا وهو التزام الدولة بإيه بأنها مستمرة في الانفاق على الرعاية الصحية والبنية التحتية الصحية بمتالق والدولة مستمرة أنا لازم عدل الكرسي من ناحية أخرى مهم برضو ان انا اوريلك ازاي الصحة بتشتغل او منظمة الصحة اهسف وزارة الصحة عندنا بتشتغل وزارة الصحة الحقيقة الحقيقة بتشتغل طول الوقت وبتشتغل يعني انا لا انسى ابدا دور وزارة الصحة الدور العظيم اللي لعبته وزارة الصحة ايام الكورونا لا احد يستطيع نسيان ده جهد لا يمكن ان يكون منكور لا يمكن في ظل تشكيك مش بقى الاخوان المسلمين وقالضيشهم دول العالم شككت في قدرة مصر على انها هتقدر تواجه الكورونا والحقيقة احنا واجهناها بمنتهى منتهى الكفاءة منتهى الكفاءة وكأن كان هناك خطا ساقنا مفتوحا طوال الوقت ما بين وزيرة الصحة انا زاك وما بين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية والصحية وما بين الرئيس بنفسه علشان نقدر نواجه هذه الجائحة ونجحنا 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 بشكل خلى الناس التفتت لنا يعني العالم نفسه كان بيبص اللي ما نجحش فيه الامريكان نجح فيه المصريين اللي ما نجحش فيه الاوروبيين نجح فيه المصريين ودي حقيقة وواقع انا وانت عايشينه بدلل ان احنا هو الصحة كمان طول الوقت بتشتغل يعني مثلا احنا عندنا الحج بتاع القرعة اهلين المسافرين يعني فالصحة بعت معاهم البعصة الطبية اللي بتشتغل بجد تكشف وتعالج فين؟ في مكة وفي المدينة طيب لحد دلوقتي موقعين على كشف وعلاج لقد ايه لالف اتنين وستين حالة في مكة والمدينة لم يعد المصري نهبا لمرض لم يعد المصري نهبا للظروف او الاهمال او عدم الاكتراث على الاطلاق خالص المصري طول الوقت طول الوقت بقالنا عشر سنين وده جد وانا بكلمك وانا ضميري مرضي مية في المية طول الوقت تحت بقرة الاتمام في حاجات ممكن ما تبقاش عجبانة وارد كتير ولا قليل مش دي المناقشة بسيئة المسألة ايه اللي في وسعنا وفي قدراتنا كدولة يتعمل ومتعملش انا اظن اي شيء في قدراتنا بل ما قد يتخطى قدراتنا احيانا كنا بنقعد عارف اللي هو ايه بنلف في مين وش مال علشان نعرف نحققه موسيقى